اشتركوا في القناة سلم عمورك كلها ربنا سبحانه وتعالى انت مشتهد مجد صاحب نية واسرار وقرار وربنا سبحانه وتعالى لن يخزلك ابدا ربنا اللي كان معك دايما في حياتك ربنا اللي بيرزقك الخير والهداية والرزقك الدين والرزقك اهلك اللي بيحبك والناس الطيبين اللي حواليك واللي يسر واعانك ان انت تسمعني في اللحظة دي مش يتخلى عنك ابدا في حياتك ما تسمعش لشيطانك وخوفك وقلقك انه هو يعطلك في اللحظات دي تفائل كده اعرف الحقاق اللي انا هقول لك عليها دي نمر واحد الرزق ومش بالكلية الرزق ومش بالسنوية كل ما عليك هو السعي السعي من اجل ان تكون راضيا عن نفسك انت بتسعى تعمل عليك والتوفيق كله بيضرب بنا سبحانه وتعالى مستقبلك وحياتك مش متوقف على مرحلة دي مستقبلك وحياتك بيضرب بنا سبحانه وتعالى بس هي كلها مراحل احنا بنمر بيها وزي ما انت هتمر بمرحلة السنوية غيرك مر بيها وانا مرت بيها لكن مستقبلك كله مش دي المرحلة اللي هتحدده لكن دي خطوة في طريقك اللي انت ماشي فيه ومكمله يبقى اهم حاجة في اللحظة دي تطلع من احساس الخوف طالما انت بتعمل عليك متفائل وواثق وراضي والديك بتذاكر ومستبشر فاعرف ان ربنا دايما معاك وهي عليك خلني ايتك الخير موجودة جواك بتعمل عليك بتسعى مذاكرتك هي نوع من انواع الجهاد انت بتشتهد وتجاهد في سبيل الله الجهاد انواع كتيرة نوع من انواع الجهاد هو مذاكرتك في اللحظة دي فانت بتجاهد اعمل عليك بس وكمل كانت دايما بتبقى فيه معضلة بالنسبة لي ان انا خايف ان انا بنسى كنت بذكر حاجة وبنساه انت النهاردة اتاح وليك فرصة من انت داخل بالكتاب في فكرة ان نسيان طلعت احساس النسيان ده كانت اعظم متعة في المذاكرة هي الفهم فده اللي انا بطلبه منك كل ما انت بتفهم المعلومة كل ما انت هتستوعبها اكتر واتحس نفسك مطمئن وانت تغوص في اعماق العلم وقيمة المعلومة واحساس المتعة وانت اقرب الى الله سبحانه وتعالى في معرفة علوم ومعارفه اللي رزقك الهداية ونور بصيرتك ان انت تتعرف على العلوم دي فمسمعش الخوف بقى ان هو يعطلك ويسيطر عليك واتأكد دايما كده واكتبها قدامك واكتبها على مكتبك الرزقه مش بالسانوية والرزقه مش بالكلية الرزقه بالسعي مع الثقة في معية ربنا سبحانه وتعالى طالما عملت اللي عليك ربك هيرزقك ويرضيك ويعليك وبأعلى مناصب هيكرمك ويرضيك بلاش تكرر نفسك بقى بالناس المحيطين بيك فكرك بصاحبي اللي كان من ايام ما انا كنت في سنوية عامة من شهر 12 ومن شهر 11 ويعني كانت احنا ابتحانتنا برضو في شهر 6 يعني من جبل اللي ابتحانتنا بست شهور يقول ان انا خلصت المواد ويقود يوترني ويخوفني وانا قود بقى اوتر نفسي واخاف يقول ان انا خلاص مش اوصل وفي الاخر اجيب تعالى منه ماقولك ليه المعلومة دي رزقك مكتوب لك محدش هياخه بمكانك اسعى لحلمك وما تبصش على الناس المحيطين بيك وما تقرنش نفسك بحد انت مش في معركة انت مش في صراع انت مش في تحدي عشان تكسبه انت بتسعى وتشتهد والمطلوب منك في اللحظة دي انك تعمل اللي عليك فديولي طب انا ايه اللي مفروض اعمله مش معليك حاجة ان انت تذاكر بس اهم حاجة ان انت متهربش اهم حاجة ان انت متكسلش اهم حاجة ان انت متضيعش اي يوم من غير ما استفاد ولو انت حسيت ان الرسالة دي فرجت معك وصلة لاصحابك ولو انت حابب ان احنا كل يوم يكون لين رسالة نجدد بها الحماس والامل جواك ذكرني شجعني ان انا بكون دايما موجود معاك دايما كلها منحب التشجيع عشان نكون موجودين مع بعض نشد بعض الاحلامنا واهدفنا وضموحتنا فانا بكون سعيد ان انت بتسمعني ان الرسالة دي وصلت لك وتمنى ان انت توصل رسالة دي لاصحابك خطة مع بعضينا للاجتهاد خطة مع بعضينا للسعي خطة مع بعضينا للاطمئنان وبث الثقة والراحة النفسية وباذن الله في يوم من الايام هتوصلوا الشدة يا ابطال ربنا دايما معاكم وسهرتكم سعيدة كم معاكم دكتور محمد عامر كامل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته